الجدي متقلم يا جماعة ولنا حسين منطقة الكروت ان شريك الجدي اا يعني مش شخص معندوش عاطفي مش شخص عاطفي اوكي شخص جدي شخص عملي هو كده معندوش دلع معندوش الحاجات دي فالموضا ده مؤثر على الجدي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضا ده ونفسه الالم ده ينتهي نفسه في طاقة جيدة يعني تقريبا الموضوع ده خلص طاقته مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي شايفه اما انه هو عنده سر او انه هو شخص متدين جدا كويس الشريك عايز ايه الشريك عايز يتدين اكتر واضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه شكله مستني فلوس او مكافأة اقول اوكي اه مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت الشريكتا عنك بس هو شايفك ازاي بقى شايفك اه عشرة طويلة اوي حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك غير كل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جاملة واضح ان الشريك شخص اه يعني مش مارن مش شخص عاطفي مش رومانس عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي في شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حلو بس اه في حاجة هتحصل يعني الكارتة دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز ده اتمام زواج الناس متجوزين ده حمس اوكي اللي دا ولا دا ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا في ارتباط قوي انتو حبوك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعاملها لكن حبوك وغير مشروط يعني مش لازم يعملني كزا عشان احبه فهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشروط حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هزا البورس دا او الكائن استحلية صغيرة دي دا شخص قريب منك وبينصحك مصائح هاد دامة هاد دامة واحنا عاكين طبعا انشاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي اه وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو ليه مش بيعمل لك كزا هي ازاي ما بتعملكش كزا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش دا فانتبهوا للشخص اللي جنبكو دا اللي عامل ايه من يزن فودانكم طبعا طيب حدخص القرية الجدي نفسه في نهاية قلم حيث انه هو متقلم عايز طابة جديدة لانه طاقته خلصانة شايف شريكه اما انه هو عنده اسرار او انه هو شخص متدين جدا شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر ومستني مكافأة عايز مكافأة او فلوس مستنيها من شخص كبير شايفك شخص مألوف جدا بالنسبة له وعشرة وما بتقدمهش كل خير الطاقة ما بينكم فيها صلابة فعلا طاقة صلبة في شوية اضطرابات الفترة دي بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا حكيين الفترة اللي جاية بس عايزكوا تنتبهوا انه في ناس ما بتسبق تشوفكوا كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكوا تاني يعني بلاش تقولوا اه اتصال يحتقول الدنيا مشيت كويس ما تقولوش يعني بلاش مش تستجيلوا حاجة يعني طيب دي قرأت المجموعة الثالثة والاخيرة لحلال عطفية ابص كده على كاميراتك انا جمت قوي في مشاعري ايوة كده يا سفيناز ايوة كده اه ده حتى اطلع لكم كاركو بيقولوكم ولا يفرق معاكم وانتو عندكم تاقط قوة كوي جدا الشهر ده اللي يجي يجي بقى فعب اللي هو يا اهلا بالمعارك يعني ولا يفرق معاكم طيب طيب ميرسيا وليم صح يا روي ميرسيا سفيناز اه بتتصباح الفل يا حديمة صح جدا بشكرك هوب هوب صح جدا بشكرك يا موكا بشكرك يا محمد اوي الاساسة فتقالي يا كنوز موجود في الصفحة لا بص يا سفيناز انتي يا حبيبسي هتي بيحامل نشوف انتي يا روحي نشوف برج الحوت اهلا ميكي حليمة منوراني من الجزائر الحوت موجود في الصفحة صح جزين كل اتي بشكرك يا شايمة حبيبسي بنسدي اوي الاساسد موجود في الصفحة يا منالي طيب دلوقتي معاد القراءة المجانية اللي كسبت معنا اللايب اللي تات وهنشوف مين هيكسب النهاردة طيب البنوتة سين الف تاريخ ميلادها تسعة وعشرين واحد تسعة وتمانين يصغنن انت يصغنن طيب حلو جدا اه تتتا اوكي ادلو برجها ادلو ماشي مرسي على تعليقاتكو الحلوة يا جماعة بالنسبة للقراءة واسفة للناس ان انا خوفتها اسفة يعني كشكتوني في نفسي ابتتا اقول لا مش هقول الحاجات السلبية بس يعني مش منطقي مش منطقي ان انا اعمل قراءة واعد اقول لكم كل حاجة هتبقى كويسة كل حاجة هتبقى تمام وما ناخدش حذرنا من حاجة جاية والله اعلم وكذبت ملجمونا ولا وصدقوا وكل انا بقوله ده هاري ماشي بس عشان الناس اللي بتتحمق بالموضوع انا بموت في اللون الاسود يا محمد بس بحب البنفسيجي اكتر لوني مفضل البنفسيجي بس لاسف ما بيلي ايش علي طيب ناخد القراءة الخاصة والمكانية اللي كانت معنا هنقرأ جنرال وبعدها هنبتدي نقول لنسحب كارت واحد للاسئلة اللي انتوا عايزانا تمام؟ اوكي بس انا راحين راحين نقول له صح؟ بس اي افرح قوي حبيبتي بشكرك 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 ده اللي لازم يطلع له كاتلة لازم لازما ولابت طيب ممكن احمد هي معنا في اللايف؟ مرسية مارمر لو هي معنا في اللايف معلش يعني مش عارفة انا هقرأ وخلاص انا هقرأ وخلاص طيب في هنا خير جاي جايلك يا سين الف حاجة اشتغلت عليها قبل كده خير عمسيه في حد زمان بيرجعلك دلوقتي حاجة ان شاء الله خير جايلك و جايلك بسرعة شديدة جداً فيه كمان رزق وفلوس جايلك من حيث ولا تحت سيدي ومش شرطة تكون الرزق فلوس ممكن يكون رزق حاجة تانية ممكن يكون سعادة رضا حب حاجة رزق ربنا حيبعتك هداية فيه هداية جايلك مبلغ مالي بحيارك مش عارفة تعملي فيه ايه اديعه اصرفه استنى من فضلك استني ما بلاش تصرفي في حاجة غير لما تكوني فعلاً محتاجاها لان انا مش شايفة تطور في الحالة المادية انا شايفة مبلغ مالي يمكن يكون جايلك بس مفيش تطور في الحالة المادية يعني لو تقدري تحول شيء حول شيء king of swords بداله طبعاً كعادته هو القائد قيادة قائد مسيطر هو بيبقى شايف نفسه دايماً هو الصح اصح حده اصح تفكير واصح كل حاجة انا مش مع الموضوع ده تماماً بليز باردو نسمع للناس اللي حوالينا بلاش الثقة الزيادة في النفس لان عواقبها مش كويس في هنا hi priestess زي ما قلنا الكارت ده ان هو في سر هيتعرف عنك او انت يتعرف في سر عن حد فكلت الحالات السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد لفترة دي في علاقة ثلاثية برضو في حد في عنده اتنين فيه طبعاً هنا جرح شديد شديد زعل قلم شديد جدا 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 بس ازاي التحول ده انا شايفها بعدها خطوبة خطوبة هيحصل خطوبة وهيحصل زواج ازاي ما تسألنيش يعني بص انت نطيتي منين لمنين يعني هنا قلب مجروح بعدها على طول خطوبة وزواج يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقني وبتخذي اي حد وخلاص يعني لو حابة نتكلم ابعتلي عالصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه غريب جدا اللي حصل ده يعني انا مش مش فهمي عموما في خير ان شاء الله جاي زي ما قلتلك في رزق ربنا بعتهولك من حيث لا تحتسلي بإذن الله في مبلغ مالي انت محتارة تعملي في ايه ونصيحة نصيحتي بيكي احتفزي بي ايه كارتة بيطلع لبدال وهو ده king of swords king of swords قائد ده قاعد على العرش وهو اللي بيحكم بيحكم ويطاع وعنده قيادة جمدة جدا ما ينفعش ينقاض زي ما قلنا ده سر بيتعرف سر بيتعرف هتكتشفي حاجة في حاجة هتتكشف عندك الله واعلم بس ان شاء الله ان شاء الله خيرا ما شايفا في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة سلسية جرح الجرحي طبعا بس انا شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج الله اعلم ان شاء الله خير ان شاء الله خير طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة تعالوا بقى ان نسحب كرت واحد للاسئلة بتاعتكو حبيبي اللي عنده سؤال يخص برج الجدي او اي برج تاني يتفضل معاكي القراءة جنائي نبين عملتي شير يا حبيبتي انت طب عملتي شير لو عملتي شير كتير ان شاء الله ان شاء الله ان اختارك القصة قال يا رب سلام موجود في الصفحة الجوزاء قريب جدا مالو برج الجدي جدي يا اميرة 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 اقول الجدي بالصفحة حبيبي خلصت الجدي لو فاتك حبيبي مافيش مشكلة شوفيه مسجل على الصفحة العقرب قريب قوي حاضر ولا بالاحلام حاضر ايه حموس عليكي دي خمسة يعني مرسي يا ليلى تسلمين يا روحي القصة كير دباط رسمي ولا لا حاضر يا هلايات نشوف يس اساس للشيء ان شاء الله في ارتباط رسمي غيره تهام ابعتيني على الصفحة حبيبي ما رد عليكي حاضر ان شاء الله انتو هتلاحظوا انه فيه برضو تحسن في الرد على الرسائل ان شاء الله دي قبل ايه طفيح، لا لا Harm妈ια أبصى الوسط لانها بسريحة الواحد انا ولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد باسم الله ماشاء الله ربنا يزيد لي لارك تعملت شير في تمامينه ليه بس حرجت كميت حرام عليه صحت تب قولي لي اسو قال لك يا ايماني قولي لي حببتي تعاين. مش سلقي روح القلبيا عالشير بس يعني اكمازي تم شير بالتمنين شير بتستميلي ياروحي شفتي انا كدر كنت خايفة منو اللي هتقوله بيبه. طب见 عامل ايه حبيته? والله عملت تصويت. وجد دي هو اللي كسب. انا كنت عايزة اقرى العقرب والله. انا ما كنتش عايزة ازاي في الاخر كبه. بس آآ نفكر هيه العقرب بكرة والآآ اسمه ايه? شخص متى? gestures. عزراء بعدين. مش هخلي اخي بدلا. مش مش هسمح. مش هسمح بداية دي. طيب في اي اسألة? انا وجوزي احنا الاثنين ليه يا ايماني ماهي وجوزي بالموضوع الراجل اعت في حاله العفو يا روان العفو يا روان فرنساس محمد محمود السامي دي يا جماعة طعب قوي انا الحوت حبيستي لخو تنور في الصفح الجاد دي من كاملة كم؟ الجاد دي حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير يلا فقرة الاسئلة بسرعة قدامي خمس دقيق كمان عقرب الحراء بتقريبه بعد اذنك يا نيرو طب ما دي لتتبقى في قراءة قراءة العقرب يا داليا هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة خلاص بعد بكر العقرب خلاص يعني ده قرار جمهوري العقرب بعد بكر خلاص هل هنرجع لبعد ماشي تعيي نشوف انا شايفة سعيدة انا شايفة رضا رجوع بقى او مش رجوع فانا شايفة رضا فلو كان الرجوع يرديك لو كان كده يرديك فان شاء الله في رجوع ان شاء الله فيه ارتباط بين انسة الجازي ورجل الدل بص يا حبيبي انا شايفة يعني هو هيحصل فيه خبر حلو بس فيه هروب في الاول فيه حد بيهرب يعني فيه طرف منهم بيهرب يلا ايه سؤال تاني طيب نشد كارتل الصحة في الجدي لانا ما ظهر لوش اي حاجة تدل على الحلة الصحية بتاعته ايه سؤال الاولاني بسم الله الرحمن مسيت كان ايه سؤال الاولاني طب انا هسيب كارتل هنا على جنب اه استحى استحى ان شاء الله حلوة جدا 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 ماشاء الله الدلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله وفي مشاكل ولا يعني للدل شوف بسم الله الرحمن الرحيم اوه دير جال فيه مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلغ بس ان شاء الله ما فيش حاجة بتدوم سوري سوري انا بخاف قبيل ما اضحط الكارتل واحد دي بخاف بقى حايي بخاف اوكي اي اسرة تانية الحالة المادية طيب نقول الميزان الحالة المادية للميزان اوه خايف من الحالة المادية مش شايفة فيها تطور حبيبتي انا شايفة مخاوف خايف الحالة المادية المقرقاء يعني ان شاء الله هتوصدق واشكرك يا مانا حبيبة قلبي اللي متابعيني عاطم نصي اه اه اتدلو هتخلص مشاكله ولا ايه هو وضح فعن اتدلو في مشاكل ليه يا حليمة ليه بس بتقوليه حرام عليك ليه بس يا ماما اتدلو هتخلص مشاكله هتدور عزلة الحظ ان شاء الله مشاكله هتتحل باذن الله اتدوني ايه اسئلة تاني طيب يا داليا دي حنقولها في يوم العقرب بعد بكرة حبيبتي لو انت مش متابعة صفحة اعملي متابعة عشان تشوفيه طيب بصوا يا جماعة بالنسبة لموضوع القراءة المجانية ده اه احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عملوا نفس الاماونت من الشير فهي فيها حظ شوية معلش يعني حد ماكسبش المراضي باذن لا يكتب المرة اللي جاية اشتركوا في القناة